بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين إخوتي الأحباء هناك حقيقة نختبرها في مسيرة حياتنا وهي الألم نتألم لأنه ينقصنا شيء ما نتألم بسبب الصحة المتدهورة لنا أو لأحد أقربائنا نتألم لشعورنا بالوحدة بعدم النجاح نتألم بنوع خاص بسبب موت شخصا غال على قلوبنا إخوتي الموت والألم يرعباننا نود لو لم يكن لهما وجود ومع ذلك فالموت والألم حقيقة نتعايش معها خاصة في هذه الأيام حيث ارتعب العالم بأسره من فكرة المرض والموت فمنجل الكورونا الذي لمع فجأة كالبرق في سماء الكون ابتدأ يحصد ويحصد الكبير والصغير ودرفت الدموع وارتعبت القلوب والدول والحكومات وأصبح الخوف سيدة البيوت فالجميع خائف والجميع ينتظر متى سيأتي الفرج وترجع الحياة على ما كانت عليه وفي هذا الأحد الخامس للصوم تعزمنا أمنا الكنيسة في الأسبوع الأخير قبل أسبوع الألم أن نتأمل في موقف يسوى وموقفنا من الألم والموت عائلة صغيرة من ذلك الزمان هم ثلاثة ألي عازر مرتة ومريم وما أجمل الصفة التي يطلقها الإنجلي على أبطال هذه القصة نعم كان يسوع صديق هذه العائلة أي أنه وجد فيهم أصدقاء حقيقيين له كان يزورهم ويرتح معهم يساعدهم يشكون له همهم يكلمهم عن الحياة وعن الحياة وعن الحياة الأبدية السعيدة وعن أبي السماوي وعن حب الله للبشرية وبالمختصر هي عائلة صديقة ليسوع يسوع إنها أجمل صفة نستطيع أن ننعتى بها الإنسان أن يكون صديق الله هل لدينا الجرأة في القول المسيح صديقي وأنا صديقه المخلص معنى هذا الكلام أنا لا أغضبه أعيش معه وأتبع شريعته وأعمل إرادته ولا أعيش لنفسي إنما أحيا من أجله إن كان هناك تردد في الإجابة فذاك يعود إلى قلة أمانتنا وقلة حبنا وتعلقنا به وحدث ما لم يكن في العسبة مرض ألي عازر وابتدأت الهموم تكتسح وتشتاح تلك العائلة وتفتت راحة بالها فالعلاج يزداد والمرض يتفاقم لكن ثقتهم بيد الله كبيرة فأرسلوا يقول لنا الإنجيل يستدعون يسوع يا رب صديقك مريض صديقك الذي كنت تجلس معه وتأكل معه وتحبه صديقك الذي لطالما استقبلك في بيته وجالسته المائدة صديقك الذي كان يسمع لكلامك ورآك رآك تعمل العجائب وفي يدك السلطة لتنهر الشياطين وتطردهم صديقك الذي يثق بها أكثر من أي شخص آخر فأنت أنت ابن الله أنت القوي أنت الأب والأخ الحنون أنت الراعي الصالح وأنت الذي يمسح كل دمعة من العيون نعم تلك كانت ثقة تلك العائلة بيسوع عندما استنجدت قائلة صديقك مريض فما أجملها من صلاة صلاة نابعة من القلب والعقل والإيمان والثقة ألم يقل يسوع أنه هو الطبيب لكن الطبيب تأخر في المشيء وقرأ الموت باب تلك العائلة قبل أن تدق يد المسيح على باب البيت ونزلت نزلت دموع الألم والحسرة فالفقيد هو الأخ الوحيد والمسيح الألف واليا لم يلبي النداء وأخيرا وصل يسوع وصل المسيح بعد فوات الأوان بعد أن دفن الصديق وابتدأت خيبة الأمل تشرق في سماء تلك العائلة فألي عازر لا مجال للشك أضحف القبر وابتدأ الدود ينهد ينهش بجسده بجسده ورائحته ابتدأت تفح نعم لقد أنت وصل يسوع إلى أطراف تلك القرية بيت عنيا وقبل أن يصل البيت وقبل أن يدخل القرية عرفت بذلك مرت أخت ألي عازر ومن جديد ومن جديد وميض الأمل ابتدأ يلمع في الأفق فركضت رقدت باتجاهه والله وحده عليم بعويلها وحالتها وما أن لمحت محية حتى استنجدت به واللوم والإتاب بارز في التعبير ربي لو كنت هنا لما مات أخيه لكنها أدركت لومها بقولها لكني أعلم أن الله يعطيك جميع ما تسأله يا لها من ثقة وما أجملها من صلاة حيث يجتمع القلب والعقل والإيمان معا حبها لأخيها ولوعتها عليه جعلها تلوم تأخر المسيح وإيمانها جعلها تقول أنت الألف وليأ أنت القادر على كل شيء يا رب تأخر المسيح ولم تفهم مرت سبب هذا التأخر بالنسبة لها موت أخيها كان سببه تأخر المسيح نعم لو كنت هنا لما مات أخي هذا ما قالته وبالنسبة للمسيح كان تأخر مقصودا لكي كما يقول هو يتمجد ابن الله وكيف لا يتمجد اسمه وهو أمام المؤمن وغير المؤمن من الحضور يرتفع صوته ويقول يا ألي عازر أنا أقول لك قم وقام الميد فالمسيح فالمسيح هو القيام والحياة ومن آمن به وإن مات سيحيا هذا ما قاله وهذا ما أثبثه فهو سيد الحياة وسيد الموت نعم كيف لا يتمجد ابن الله فالميت أصبح حيا وقرية بيت عنيا تكريماً ليسوع وهذه الأعجوبة الكبيرة أصبح اسمها العزرية نسبة لألي عازر الذي كان ميتاً وعاش إخوتي لنحاول أن نغير الظروف والزمان والمكان لربما هذه الحادثة حدثت في عصرنا لعائلة نعرفها لربما عائلة طقية مستقيمة تحب الله وقد ربت أطفالها على مخافة الله وفجأة فجأة حدث ما لم يكن في العزبان قرع الموت باب تلك العائلة وانتزع من بين أحضانها أحد أفرادها أمام هذه الكارثة ما هو موقفنا هل نتذمر هل نثور على الواقع وعليه تعالى هل يختل توازن إيماننا هل نفقد الثقة إخوتي صليب الموت صليب قاتل يجرح ويطعن قلب الإنسان وخاصة عندما يكون الفقيد عزيزا عندما لا نفهم عندما لا نفهم لماذا سمح الله بذلك تماما كما حدث في بيت تلك العائلة الطقية المخلصة عائلة ألي هازر عندما الأخ عندما الأخ الوحيد قد ترك العائلة دون معيل أمام هذه المصيبة كان رد فأل الحضور كالتالي أما كان بوسئة أن يرد الموت عنه وهو الذي فتح عيني الأعمى نعم تدمر الحضور وتأرجح إيمانهم إخوتي وهنا يدخل الإيمان ومعنى كلمة الإيمان هو أن أثق بالله وبعمل الله بدون أن أفهم كيف لنا أن نفهم هذه العبارة مات أخوك لكي يتمجد ابن الإنسان كيف نفهم إرادة الله وأحكم الله التي تلوح لنا وكأنها قاسية مرة قاطلة تتركنا في بحر من التساؤلات والدموع نعم هو الإيمان الذي عليه أن يسندنا في تلك اللحظات فالكتاب المقدس يقول لنا إذا نسيت الأم رضيعها أنا لن أنساكم يقول رب الجنود فنحن غالبا لا نفهم طرق الله ومشيئة الله لكن علينا أن نقبل بها فمن ورائها هناك خير هناك مجد وسنكتشف يوما ما في السماء هذا هو إيماننا فالله هو أبونا ويحبنا ويعمل كل شيء لخيرنا حتى ولو لا نفهمه لذا ثقتنا به عليها أن تكون كبيرة لا تتزعزع فهو القيامة والحياة هو الذي غالب الموت ومعه سنغلب الموت نحن أيضا هذه هي تعزيتنا هناك حيث لا بكاء ولا نحيب سنجتمع سنجتمع كلنا في بيتنا الخالد الذي من أجله وجدنا فيا رب أنت الذي تعلم خفايا القلوب أنت يا من يعلم كم من المصائب والآلام والأحزان حلت بنا أسرع أسرع وانقضنا وارجع لنا سلامك وفرحك اللدين وعدتنا بهما يا رب كم واحد منا يقول لك الآن في قلبك لماذا لماذا سمحت ذلك يا رب لماذا سمحت بذلك يا رب نعرف جوابك لكن لا نفهمه نعم ليتمجد ابن الإنسان فتعال يا رب يا سيد الحياة واعطي الراحة الأبدية لمن سبقونا من أحبائنا واعطنا كمال الإيمان والثقة بك لكي نقبل ونحب إرادتك ونعمل بها حتى ولو أننا لا نفهمها أنت يا من يحيا ويملك إلى أبد الدهور آمين بسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد آمين اشتركوا في القناة